لم يتوقف نهر التقدم والتطور العالمي إلا في العراق الذي ظل يراوح ثمانية عشر عام في ذات المكان البحث عن حلول لعلاج أزمة الكهرباء جملة تحمل في طياتها عقود وصفقات واتفاقات لم تتمخر عن شيء يسير لتبقى المعاناة حتى في فصل الشتاء وينطق بها المواطن القطع بفترة طويلة أربع ساعات تجي ساعة واحدة يعني إذا بشتار أربع ساعات تجي ساعة واحدة بالصير فش راح يصير يعني هذه المفروض الفترة هذه الدولة تستغلص صيارة المحطات الكهربائية تبديل المحطات علاقات سخان وشم مقلوب يعني هذه القطاعات مستمرة ليش يعني إلى متى هذه المشكلة يعني معقولة دولة بإمكانيات العراق الضخمة تعجز عن حل مشكلة الكهرباء بالنسبة لشغط الكهرباء بالعراق يعني لو تبقيتش الأزمة مستمرة أم ما راح تنحن يعني صارنا الشمس نجانعان من الكهرباء وأي حلو الحد لها المواقع ثمانية ملايين ونصف بدلا من خمسين مليون مترا مكعب هو ما يصل للعراق من الغاز المصاحب المستورد من إيران وهو السبب الرئيسي في تقليل تجهيز الطاقة إلى أقل من نصف اليوم في مناطق كثيرة إضافة إلى التخصيصات المالية حديث هو الديدن المستمر للوزارة على مدار الانقطاعات المزمنة السبب الرئيسي اليوم الذي هو واضح خصوصا مع ذروة الأحمال الشتوية هو انحصار اطلاقات الغاز المورد من الجانب الإيراني ننسق الآن بشكل عالي مع وزارة النفط بغير تعويض الوقود المفقود الذي فقدته المحطات نحن وضعنا خطة خمسية بها مدايات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد وهي قابلة للتنفيذ إن توفرت الخطة الوقودية والتخصيصات المالية بتالي سنتمكن من مواكبة الطلب وخلق ملف وعد للطاقة ملف الكهرباء لا يمكن أن يعالج إلا بشراكة ما بين الوزارات المسؤولة مثل النفط والصناعة والمالية والتخطيط لوضع حلول جذرية لاستخلاص الغاز المصاحب والخروج بمحطات جديدة وفك الشبكات المتجاوز عليها لكن الحلول التي تطرح لا منفذ لها كيف لجدية غائبة أن تنظح بحلول تنتشل أزمة الكهرباء المتجذرة في العراق فالانقطاع وتردي الطاقة مستمر ويتفاقم يوما بعد آخر عمار غسان قناة الرشيد بغداد